بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى أراد هداية الناس بإرادة تشريعية لا بمعنى إكراه الناس على الهداية وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا الله سبحانه وتعالى لم يشأ مشيئة تكوينية بأن يكره الناس كلهم على الإيمان وإنما شاء مشيئة تشريعية بأن يهتدوا ولا يرضى لعباده الكفر المشيئة التشريعية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الهداية مع جعل الإنسان مختارا في قبولها أو في رفضها وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فالله سبحانه وتعالى أنزل هدايته ولكن أراد اختيار الناس بأن يقبلوا تلك الهداية باختيارهم وأن لا يكرههم على قبولها ليتم الامتحان لأن المكره لا امتحان فيه أما المختار هو الذي يتحقق الامتحان فيه المكره لا يتمكن من الترقي من الصعود إلى درجات الكمال الحيوانات تسير باتجاه معين والله سبحانه وتعالى ألقى في روعها الغريزة وأوحى ربك إلى النحل لذا هذه الحيوانات من ملايين السنين من قبل لحد الآن لا تطور فيها ولا تغيير فيها أما الإنسان الله سبحانه وتعالى أراد أن يتكامل هذا التكامل يحتاج إلى اختيار باختياره يعمل لكي يتطور لكي يصل إلى المقامات العالية فإذن الله سبحانه وتعالى أراد إرادة تشريعية هداية الناس جميعا بدون إكراههم على قبول تلك الهداية ولأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك حيأ أسبابه لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا حيأ مقدماته حيأ أسبابه صحيح إنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يتمكن وقادر على أن يخلق الأشياء أو يقدر الأمور بدون مقدمات لأنه لا شيء يحد قدرة الله سبحانه وتعالى ولكن حكمته اقتضت أن تكون هذه الدنيا بأسباب بمسببات بالتدريج الله قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بل في أقل من لحظة لكن حكمته شاءت أن يكون الخلق في ستة أيام يعني ستة مراحل مراحل مختلفة الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق بشرا من طين فجأة كما خلق آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لكن حكمته شاءت باستثناء آدم وحواء وباستثناء عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أن يخلق الإنسان بمراحل تكون عناصر من هذا الإنسان في الأرض ثم هذه العناصر تجتمع في المأكولات ثم تتحول إلى صلب إلى رحم والرحم الطفل الجنين مضغى وعلقة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وهذا الطفل عندما يولد والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذا الطفل إلى أن جسمه يتكامل عقله يتكامل يحتاج له إلى زمان طويل وبالمناسبة بين قوسين الإنسان الطفل هذا أكثر جميع الموجودات الأخرى الحية في الأرض يحتاج إلى زمان إلى الوصول إلى درجة البلوغ وإلى النوضج تسائر الموجودات يمكن تحتاج لها إلى ساعات أو أيام أو أشهر أو سنوات قليلة أما الإنسان يحتاج له إلى سنوات طويلة أكثر من جميع الموجودات الأخرى الأحياء في الأرض هذه حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت التدريج بالأمور وجعل نظام الأسباب والمسببات ولذا في سورة الكهف حينما الله سبحانه وتعالى يذكر قصة ذي القرنين يكرر ثم أتبع سببا فأتبع سببا فالله سبحانه وتعالى من جملة الأمور أراد أن تكون الهداية عبر أسبابها الحكمة في ذلك فجعل للإنسان فطرة وركب هذه الفطرة في الإنسان في عالم الذر وجعل له عقلا لكي الإنسان بفطرته وبعقله يدرك حسن الأشياء وقبحها يدرك صحة الكلمات عن فسادها لذلك الحجة تامة في يوم القيامة على الناس فلله الحجة البالغة يوم القيامة لا يوجد واحد يعترض على الله سبحانه وتعالى لماذا تعذبني عذابك لأن الحجة كملت عليك كان عندك عقل كان عندك فطرة لماذا خالفت عقلك لماذا خالفت فطرتك وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل أيضا لأن بعض الأمور العاقل أو الفطرة لا تدركها خاصة في تفاصيل المسائل فالرسل يبينون للإنسان هذه التفاصيل بل كما في نهج البلاغة وليثيروا لهم دفائن العقول الإنسان عنده عقل لكن بعض الأحيان هذا العقل بسبب سوء التربية سوء العادة الاجتماع السيء هذا العقل يصير عليه غطاء فالإنسان لا يلتفت فالأنبياء يأتون ويزيلون هذا الركام الموجود على العقل ويثيروا الإثارة هي بالأصل معنى حرث الأرض عندما الإنسان يحرث الأرض يتصاعد الغبار هذا يسموه الإثارة بالأساس في أصل اللغة ليثيروا لهم دفائن العقول كأن العقل مدفون تحت هذا الركام فالأنبياء جاءوا ليثيروا لذلك الآيات التي وردت في مسائل التوحيد ومسائل النبوة ومسائل الإمامة هذه الآيات هي إرشاد بالأساس إلى ما في فطرة الإنسان وإلى ما في عقل الإنسان ولذلك تشوف كلام الأنبياء والأوصياء كلام عقلاني متطابق مع العقل ومع الفطرة فالأنبياء الله سبحانه وتعالى أرسلهم أيضا لآجل الهداية الأنبياء وبعدهم الأوصياء هؤلاء لهم أعوان أيضا هؤلاء الأعوان هم الذين يحملون هذه الرسالة ويوصلونها إلى الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله فهؤلاء يبينون ويوصلون الرسالة إلى الناس الله سبحانه وتعالى في سلسلة نظام الأسباب والمسببات جعل طريق الهداية كثير ومتعدد مو فقط النبي هو المسؤول مو فقط الوصي هو المسؤول النبي مسؤول ويؤدي دوره دورا كاملا بدون خلل وما على الرسول إلا البلاغ المبين يؤدي دوره الأوصياء يؤدون دورهم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للآخرين أيضا أدوار العلماء لهم دور مهم الفقهاء لهم دور مهم يتلقون تعاليم الأنبياء والأوصياء ويوصلونها إلى الناس وأكثر من ذلك كل واحد له دور الرسول صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل واحد مسؤول لذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة عامة مو فقط هي وظيفة العلماء ولا وظيفة الطلبة بالخصوص ولا وظيفة الرجال ولا وظيفة الكبار كلا وإنما هي وظيفة للجميع فالله سبحانه وتعالى جعل مسؤولية هذه كمقدمة ذكرناها البحث من جملة المسؤوليات مسؤوليات الأسرة بالنسبة إلى أولادها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا صحيح النبي هو مسؤول بعد النبي الوصي مسؤول الفقيه مسؤول المجتمع مسؤول لكن أنت كرب للأسرة أنت أيضا مسؤول قو من الوقاية والحفظ أنت أيضا مسؤول لا تقول هذا متكليفي كلا أنت مسؤول كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب على رب الأسرة أن ينفق على أسرته كذلك أوجب عليه أن يهديهم ويمنع الضلال عنهم الآن مع الأسف عدنا حالة حتى بين المتدينين منتشرة الآب يفكر في طعام ابنه يفكر في ملابسه يفكر في مدرسته يفكر في الأمور التي ترتبط به يهيئ له وسائل الراحة التقنية الحديثة يوفرها إلى لكن هذه زيان بل قسم منه واجب لكن عندك تكليف آخر أيضا التكليف الآخر أن تكون في هدايته لا تتوقع الآخرون يهدونه فقط الآخرون أيضا لهم تكليف أنت هم عندك تكليف الآية موجهة تكليف لك قو أنفسكم وأهليكم نارا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث موجود في مكارم الأخلاق روية أن النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى بعض الأطفال فقال ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين فقال الله من آبائهم المؤمنين لا يعلمونهم شيئا من الفرائض وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم يسير من الدنيا فأنا منهم بريء وهم مني براءاء يفكر في دنيا أولاده اليسير من الدنيا ملبسة مأكلة إذا يريد تزواج يهيئ وسائل الزواج وسائل الراحة وسائل الدراسة يرسل إلى أرقى الجامعات مثلا لكن فكر في دينه أنت ترسله إلى بلد الكفر وهو شاب مثلا أعزاب وتربية الدينية مام ربي بشكل صحيح ما تفكر في مستقبله؟ أكو بعض الشباب أقول لهم انطلاق ذاتي في التديون هذا صحيح وأكو بعضهم يسافرون إلى مراكز الكفر والفساد وهو يرجع أكثر تدينا أصلا أكو ولكن ليس الكل هكذا البعض ليسوا هكذا البعض ويا الأجواء إذا أجواء دينية يكون في الأجواء الدينية إذا أجواء غير دينية ينجرف فيها فإذن واحد لازم يهتم هذا الطفل من هو صغير تعلمه أنا شايف في بعض المجتمعات البنت عمرها 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات بل في بعض المجتمعات الأخرى من المخالفين رأيت بنات كبار عمرها 17 سنة 18 سنة أمها محجبة بس هي مو محجبة زين ليش هذه البنت مو محجبة عمرها 14 سنة 15 سنة 16 سنة تقول حتى تتزوج تكون سافرة حتى مثلا تحصل فرصة تزواج زين في المجتمعات البنت دينة في بعضها بنت عمرها 5 سنوات 6 سنوات قل لازم تتعلم على الحجاب لأنه إذا ما تعلمت عندما تكبر يكون صعب عليها أكو في الأحاديث الطفل إذا عمره 7 سنوات علمه على الصلاة أيقظه لصلاة الفجر هو مواجب عليه ولكن لازم تعلمه لأن من شب على شيء شاب عليه هذا أمر واضح البعض يسألون لماذا موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أرسله لإنقاذ بني إسرائيل وبنوا إسرائيل هم ذرية يعقوب لأن إسرائيل اسم يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا الكيان الصهيوني لأنه راد يجمع اليهود من كل مكان سمى نفسه إسرائيل وإلا هي كلمة إسرائيل كلمة مقدسة لأنها اسم نبي الله يعقوب لقب نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بنوا إسرائيل يعني ذرية يعقوب يعني ذرية نبي أسباط كان عنده 12 أولاد 12 ولد من كل ولد له ذرية فهؤلاء بنوا إسرائيل ذرية أنبياء الله سبحانه وتعالى أرسل موسى لإنقاذهم يعني مو ناس كانوا مرفهين هسا هم يتفضلون على موسى بالعكس نبي الله موسى هو المتفضل عليهم جاءوا أنقذهم وشاهدوا المعاجز بأم أعينهم هسا إحنا الآن نسمع زيان القرآن هم نشوفه وقرآن كتاب معجزة لكن الكثير لا يلتفت إلى إعجاز القرآن لأنه يمكن من حيث البلاغة هو ضعيف من حيث المعلومات ضعيف لا يلتفت إلى الجانب البلاغي في القرآن حتى يدرك الإعجاز فيه لكن أولئك شاهدوا المعاجز بأم أعينهم فلق الباحر وشاهدوا عصى موسى وليس فقط فرعون كان يشاهد بني إسرائيل لم يشاهدوا ورأوا اليد البيضاء ورأوا تسع آيات أخرى التي الله سبحانه وتعالى عاقب آل فرعون بها ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين في آية أخرى في تسع آيات إلى فرعون وهس موسى عليه الصلاة والسلام بالعصى فلق البحر وعبروا من البحر حسب التعبير لحد الآن أرجلهم وأحذيتهم لم تجف من ماء البحر وجدوا قوم يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شنو السبب؟ السبب واضح السبب أن هذا الشخص قبل ما يجي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا متربي في مجتمع ملحد كافر يؤله فرعون صحيح هو مو من ذلك المجتمع لكن تلك الحضارة حاكمة والحضارة الحاكمة تؤثر على المحكومين مثل الآن الحضارة الغربية حاكمة لذلك حتى في عقر دارنا في بيوتنا أولادنا بناتنا مجتمعنا يتأثر بالحضارة الغربية يشوف فيلم بطل الفيلم كذا مسرح شعره اليوم الثاني تشوف الشباب مسرحين شعرهم بتلك الطريقة ليش؟ لأن تأثر ذولا كانوا في مجتمع هكذا يعبد الأصنام ويعتبر فرعون من الآلهة فلما نيعبر الماء ويشوف المعاجز بس جذر جذر ضعيف لذلك بمجرد أن شاف الجماعة يعبدون صنمًا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة حس موسى عاتبهم وذمهم زين فاد؟ ما فاد عشر تيام غاب ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعاشر ذولا كانوا يتصورون أن موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثين يوم ما يكون رايح للطور لما نتجاوز الثلاثين لم يرجع تصوروا أن موسى مات وسووا انقلاب عسكري على هارون على نبينا والي وعليه الصلاة والسلام وألقى السامري العيجل وعبدوا العيجل ورادوا يقتلون هارون أولاد أنبياء وهذا موسى متفضل عليهم ومنقذهم زين عشر تيام يغيب يسوون الانقلاب العسكري كذلك في المجتمع الذي بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فيه في هذا المجتمع الذي بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فيه في هذا المجتمع ماذا حدث الذي حدث مجموعة من الناس آمنوا بموسى آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله مجموعة من الناس آمنوا وكثير منهم إيمانهم كان إيمان صحيح وإيمان حقيقي ولكن ماذا حدث في يوم أحد في يوم أحد بمجرد أندارة الدائرة وسبب دوران الدائرة مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وعصيتم كما في سورة آل عمران في المرحلة الأولى أراهم ما يحبون من الناصر لكن عصوا بعد العصيان انهزموا والرسول موجود والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلون تصعدون يعني تهربون في الجبل إذ تصعدون ولا تلون والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول موجود يناديهم يا فلان يا فلان يا فلان ما فات شردو إلا القليل وفي يوم خيبر كذلك كما يروي الحاكم في مستدركه والسنة صحيح عندهم الرسول صلى الله عليه وآله أرسل فلان فرجع يجبن أصحابه ويجبنونا وأرسل فلان فرجع يجبن أصحابه ويجبنونا يعني ينسبهم إلى الجبن وهم ينسبوا إلى الجبن إلى أن قال الرسول أنه سأعطي الراية غدا رجلا كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا يوم خيبر زيان تقول يوم أحد في الأوائل يوم حنين شنو بعد فتح مكة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين في يوم حنين أيضا كذلك من هزموا إلا القليل بس زيان الرسول موجود بينهم فلذلك الرسول صلى الله عليه وآله كان يرجعهم لأن الفرار من الزحف من الكبائر الآن المرة الأولى في أحد الله عفى عنهم بس في معركة خيبر وفي معركة حنين ما عدنا أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم إذا الرسول موجود يرجعهم يرجعهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله قضية كررت الرسول صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى هارون ماذا قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بمنزلة هارون من موسى بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله إذا ذرية الأنبياء وموسى من أنبياء وللعزم هؤلاء ينقلبون ويعبدون العجل بدل ما يعبد الله سبحانه وتعالى أصحاب الرسول كذلك وهم مذرية أنبياء وإنما كانوا ناس من المشركين فهداهم الله سبحانه وتعالى ببركة الرسول محمد صلى الله عليه وآله أصحاب الرسول ملتحق بالرفيق الأعلى قاموا بانقلاب عسكري حتى في البخاري الخليفة الثانية عمر بن الخطاب يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه اقتلوه يعبر هكذا لماذا هذا الانقلاب؟ لأنه هذا جذر مشرك أربعين سنة خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة قضاها في عبادة الأصنام تربية تربية جاهلية صحيح الرسول صلى الله عليه وآله جاء وهداهم بس الجذور ما تغيرت ولذلك هذه الجذور تظهر نفسها في الأزمات وفي المواقع الحساسة إذا في بعض التواريخ والسير في معركة أحد مجموعة من المسلمين فكروا أن يأخذوا الأمان بعد أن انتشر بينهم أن الرسول قتل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم هكذا بلغهم أن الرسول قتل صلى الله عليه وآله ففكروا بأن يستأمنوا أبا سفيان يأخذوا منه الأمان ويرتدوا عن الإسلام الجذر يأثر أنت هذا ابنك ام خلي أمام التلفاز وخاصة إذا الولد شوية حرك وكذا ويأذي ويخرب في البيت الآب أو الأم يقول خلي يشوف هذا التلفاز أفلام الكارتون ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات عشر ساعات نرتاح من شرة الصغير هذا المضارات الصحية من حيث عدم الحركة ومن حيث الجلوس أمام التلفاز وكذا 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 والأطباء ينصحون ينصحون أنه لا يكون أكثر من كذا ساعة وكذا ساعة لسه قطع النظر عن المضارات الصحية هذا شنو دا يتلقى هذا لازم تفكر فيه هذه أفلام الكارتون في كثير من الأحيان كالسم تغرس في أذهان هؤلاء الأطفال الثقافة الغربية فهو لمن يكبر جذوره جذور ثقافية غربية بأقل ريح يميل من هنا وهناك الآن في بعض بلاد المسلمين الإلحاد منتشر حسب ما قرأت في بعض التقارير مملكة العربية السعودية في السعودية خاصة في المناطق غير الشيعية الإلحاد منتشر على رغم هذه السطوة الكبيرة من الوهابيين لأن هذه السطوة الظاهر تقدر تمسكها بس الباطن بتقدر تمسكها أنت تقدر تكره الإنسان على شيء لكن هل تتمكن من تغيير قلبه؟ كلا عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما أكرهوه على كلمة الكفر لكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا شنو دا يتلقى من هذا التلفاز؟ دا يتلقى مفردات الثقافة الغربية لأن ذلك هم عدهم حالة بنشر ثقافتهم العولمة الفكرة شنو هي؟ توحيد ثقافة العالم على نمط الثقافة الغربية وخصوصا الثقافة الأمريكية فهذا اللي يعتقد بهذا الأسلوب ويعتقد بالقوة الناعمة إحنا نغزو العالم ومنها المسلمين نغزوهم لا بالسلاح لأنه السلاح فشل فيه الغزو نغزوهم في قلوبهم في عقولهم أنت بدون احتياج إلى أن تغزوه وتكرهه على شيء هو يريد يقلدك هو يريد يصير مثلك فهنانا أنت ما تقدر تمنع وسائل التقنية الحديثة ما تقدر تمنع التلفاز من في بيتك ما تقدر تمنع ابنك من رؤية الأفلام الكارتون مثلا ما تقدر تمنع الأفرض مثلا هذه الهواتف النقالة الجديدة اللي جاية اللي بيها الواتساب وما أدري شنو كذا ما تقدر تمنعها لكن تتمكن من شيء آخر أن تربيه تربية صحيحة إذا ربيت تربية صحيحة هذه الأمور ما رح تتأثر الأطباء يذكرون أن الإنسان كل نفس يتنفسه كل نفس مع الهواء الذي يتنفسه حتى في أكثر الأماكن تعقيما اللي هي المستشفيات عشرات الجراثيم تدخل مئة بالمئة أنت بكل نفس تتنفس عشرات الجراثيم تدخل في جسمك لكن لماذا الإنسان لا يمرض إلا قليلا لأن الجسم عنده مناعة الميكروب يدخل الكريات البيض ومناعة الجسم تقضي على هذه الجراثيم وبعض الأحيان الجرثومة قوية يصير حرب بين الكريات البيض وهذه الجراثيم العوارض يكون بشكل مرض المرض اللي الإنسان يبتلي به عادة شنو هو المرض هو عارضة من عوارض القتال الدائر بين الجراثيم وبين الكريات البيض والدواء شنو هو الدواء هو يقوي الكريات البيض الدواء هو ما يقضي على الجرثومة بس يقوي الكريات البيض في محاربتها مع الجراثيم هذا عنده مناعة بس إذا هذه المناعة فقدت هذا مرض الإيدز والعياذ بالله هذا مرض الإيدز من الأمراض التي انتشرت بسبب الفساد أصل هذا أو المخدرات أكو في الحديث الشريف كلما أحدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون شنو هو هذا المرض؟ هذا المرض هذه كلمة إيدز مخففة الترجمة العربية شنو يصير؟ يصير فقدان المناعة المكتسبة الجسم بعد ما يحارب هذا المكروب لذلك الطب لحد الآن عاجز الدواء ما يفيد لازم أنت المقاومة في الجسم هذه تصلحها أو مرض السرطان شنو هذا المرض؟ الذي استعصى عن العلاج الآن علاجه الوحيد شنو هو؟ علاجه الوحيد هو استئصال الغدة السرطانية بس هذا هو ماكو علاج إله تستعصى لسواء بالجراحة أو بالجرعات الكيميائية مرض السرطان شنو هو؟ نفس خلية جسم الإنسان نفس الخلايا هي هذه الخلايا بدال ما تقاوم المرض هي تصير خلية سرطانية فالخلية الثانية تصير سرطانية والثالثة تصير سرطانية والرابعة تصير سرطانية يعني نفس خلايا الجسم اللي لازم تقوم بوظائفها تتحول إلى خلايا سرطانية الجسم إذا عنده مناعة يتمكن من المقاومة يحتاج بعض الأحيان إلى مساعدة الطبيب ودواء بالأمر الثقافي من نفس الشي إذا أنت مربي تربية صحيحة ومهتم بي مثل ما كل يوم الأم تفكر من الصباح أنه اليوم الظهر شنو تطبخ وتطهو ماذا وطعام الأسرة كيف تكون لازم من الصبح تفكر أنه في هذا اليوم كيف وسائل الهداية أيضا توفرها للأولاد حس بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بعض الأحيان بطريق غير مباشر واحد من الأصدقاء قبل 15 سنة أوائل ما كانت هذه الألعاب الكمبيوترية منتشرة عادة الألعاب الكمبيوترية معها موسيقى عادة ما هالشكل فهو شنو كان يفعله ضمن برنامج يمغير الموسيقى إلى أدعية أو إلى قرآن لذا أولاده كانوا حافظين دعاء الكوميل ودعاء التوسل ودعاء حديث الكساة وكذا لأن كل اللعبة مخلي فيها دعاء هذا الطفل دا يلعب هذا طريق غير مباشر أنت ما مكرهة على الحفظ لكن هذا عندما يقرع سمعه مرة مرتين ثلاث مرات عشر مرات هو يحفظ طبيعي واحد شفت أولاده صغار حافظين القرآن كله سألته شلون انت حفظتهم القرآن قال آني بالبيت من الصباح عندما يستيقظون مخلي شريط قرآن بصوت المنشاوي لأنه صوت جميل وهذا الطفل دا يلعب يتكلم يأكل كذا هذا الشريط يشتغل كل يوم ختمة كاملة من القرآن 15 ساعة 16 ساعة هذا موجود في البيت فهذا الطفل كل يوم يسمع له ختمة قرآن كاملة سنة سنتين ثلاث سنة يحفظ هذا طبيعي بدون أي إكراه وبدون هذه طريقة غير مباشرة مقصود أنه مدعم طريقة مباشرة حتى تقول هذا ما يقبل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا يكون التفات عملي فهذا يسبب مناعة فهذه وسائل التقنية الحديثة المنتشرة والثقافة الغربية الحاكمة والقوة الناعمة ما راح تأثر وإذا أثرت تأثيرها يكون مثل فدواحد يتمرض بعد أسبوعهم يطيب إذا تأثر شوي يحضر في مجلس يحضر في محفل يحضر في كذا ويطيب إذن قو أنفسكم وأهليكم نارا خصوصا في العطلة الصيفية الآباء والأمهات يريدون يتخلصون من الأولاد وطبعا الصغار هم كتلة من النشاط والحيوية زيان لازم يفرغ طاقته واختار له أسلوب مناسب بما يتلاءم مع ذوقه إذا فعلت كذلك الآية تنطبق والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء في يوم القيامة أنت تكون مع ذريتك على سرر متقابلين وإلا الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم هذا ليش صار عدو قد لا يكون الأب مقصر قد لا تكون الأم مقصرة قد لكن هذه حالة واحد بالمية واحد بالألف واحد يطلع مثل ابن نوح يمكن واحدة تطلع مثل زوجة لوت أو زوجة نوح لكن هذا واحد بالمية واحد بالألف وإلا الغالب السبب الآباء والأمهات بسبب التقصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعاته وأن يوفقنا لأن نشتغل في هداية الناس ونبدأ بأنفسنا قو أنفسكم ابدأ بنفسك وأهليكم وأهلنا ومجتمعنا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اشتركوا في القناة